زمان ربما كان الزراعة في مصر يعني بتقوم بشكل ما على القصة ما بين المزارع نفسه أو صاحب الأرض الزراعية وما بين السوق أن هذا ربما الموضوع مختلف الموضوع بقى ماشي بشكل هيكلي أكتر مما كنا نتصور تطبيق الدورة الزراعية وهي يعني يكون هناك محصول ثم محصول ثم محصول هو أمر في غاية الأهمية ده بيأتي في إطار تطبيق منظومة الزراعة التعقدي من خلال دعم المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية يمكن زيادة هذه الأسعار طبقا لأسعار السوق العالمية ده غير أن المنظومة دي حتساعد كتير في رسم السياسات الزراعية ومضاعفة المساحات المنزارعة من المحصيل الهامة استراتيجيا زي محصول الأمح أكيد يا مصطفى خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية دمج الأمح بالدورة الزراعية إزاي الأمح يقدر يساهم أو الدورة الزراعية تقدر تساهم في مضاعفة الإنتاج جهود الدولة في توفير التقاوي للمزارعين كلهم كل تفاصيل دي حنعرفها في فقرتنا النهاردة بنرحب الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة أهلا وسهلا بيكي دكتور وصباح الخير على الحديث صباح خير فندي أهلا بحركة دكتور أهلا وسهلا بحركة دكتور عايزين نعرف أهمية تطبيق الدورة الزراعية تحديدا على محصول الأمح ده يمكن يعني يساهم إزاي في تحسين جودة الأرض في تحسين المحصيل الأخرى بالنسبة للمزارع في البداية نحب نلقي نظرة عن أو تعريف مبسط عن الدورة الزراعية الدورة الزراعية تعاد أهم آليات التنمية الزراعية في زراع الحديثة الحالية والدورة الزراعية أو الدورة المحصولية أو تعاقب المحصيل كلها مساميات شبيهة لبعضها يعني سواء كانت دورة زراعية دورة محصولية دورة تعاقب المحصيل وآلية تطبيق الدورة الزراعية بيأخذ عديد من الأشكال لكن بيضم ثلاثة عناصر رئيسية إزاي بنصمم الدورة الزراعية بنصمم الدورة الزراعية بداية من بنختار المحصول المناسب والمحصول الرئيسي في الدورة الزراعية الحاجة التانية المساحة اللي بيشغالها هذا المحصول الحاجة رقم ثلاثة عمر الدورة الزراعية عمر الدورة الزراعية بنحسبها زي حضرتك بنحسبها عن طريق يعني نسبة كده بين عمر المحصول والمساحة اللي بيشغالها المحصول المنزلع في الدورة الزراعية تأخذ من ثلاثة إلى سبع سنوات. أنت تفضلك مشكورا وذكرت أن الزراعة الحديثة بتعتمد دلوقتي على طرق حديثة وأساليب حديثة. وكلها بتعتمد وبينصب هذا الموضوع على الأصناف الجيدة والهجن الجيدة. عالية الجودة وعالية الانتاجية. الليها القدرة على الموائمة في الظروف التغيرات المناخية. وحدتك تشايف طبعا على الساحة العالمية. التغيرات المناخية حصل إيه فيها. فوائد الدورة الزراعية. أهم فايدة في الدورة الزراعية أنها بتحافظ على خصوب التربة. وبتحافظ على المادة العضوية. وبتعمل سبات لداخل المزارع. وأهم من كده وكده أن هي بتوفر توفير المنتج الزراعي للمجتمع المطبق في الدورة الزراعية. وتوفير الإمداد الغذائي اليومي للمزارع. عن طريق زيادة الإنتاجية من واحدة المساحة. فصراحة الدورة الزراعية تعهد من أهم آليات التنمية الزراعية في الزراع الحديثة الموجودة حاليا. ومنذ القدب ومنذ عرف القدماء المصريين الزراع كانوا بيشتغلوا بالدورة الزراعية. لكن ما يعرفونه الأسليب الحديث للدورة الزراعية. هو كان بيشتغل عادي كان بيزرع محصول نجيل. بعده محصول بقود. يعني محصول قامح. بعدين معصول فول واغا عشان بيحافظ على خسومة التربا وبتاعته عشان يحصل بقى نيتروجين فيكسيشن أو تثبيت نيتروجين في الأرض علشان نقلل منتقال الأمراض لأن ده نوع من أنواع تاني بدل ما احنا نستخدم مبيدات أو كده لما بنحصل نوع من أنواع تغيير كن يتزرع فول ويتزرع بخليات بعدين يتزرع أمح ونرجع تاني يتزرع فول لو حاجات تانية غير الأمح هو بيزود الانتاجية وبيعظم الموارد المتاحة ليه بعظم الموارد المتاحة من الأرض وحدة المساحة الموارد المتاحة من الري الصرف الميكان الزراعية فهو المزارع المصري بطبيعته يعني زي ما احنا بنقول هو دكتور نفسه هو عارف هو بيعمل إيه وبالتالي يعني احنا من خلال برنامك السحول أن نوجه الشكر للأخوة المزارعين لهم بالفعل هم صمام الأمان الغذائي في مصر طيب ده كان بيساعد على لو تطبق الدورة الزراعية زي ما هو بقى مطلوب أنه يتطبق طول الوقت ده حيساعد على تعاقب المواسم المختلفة وتقاربها بشكل كبير فيعظم من دخل المزارع ده هذا صحيح فلدم احنا بدأنا نتكلم دلوقتي على الدورة الزراعية وزي ما تفضلت حدثك يا دكتور وقلت الزراعة التعاقدية احنا وصلنا للمرحلة دي بعد افتتاح المشاريع العملاقة افتتاحها فخامة الرئيس زي محور الضبعة وشرق وعينات وتشكة هذه المشروعات أدت الى توفير كميات تقاوي احنا بنتكلم دلوقتي على هذا الموسم يعني نتكلم على توفير التقاوي المعتمدة لمنطقاء عليها الجودة والانتاجية لمحصول الأمح احنا في الخطة بتاعتنا ان شاء الله السنة دي ان الزراعة او الدولة مستهدفة ان تزرع على الاقل 4 مليون فدان واحنا والله الحمد مع الشريك النجاح الشريك الاساسي في التنمية الزراعية والشريك القطاع الخاص ادرنا نوصل لحوالي 250 الف طن تقاوي هذه الكمية تكفي لزراعة تقريبا حوالي 4 مليون فدان وبالتالي احنا ادرنا نتكلم دلوقتي على الزراعة التعقدية ادرنا نتكلم على الدورة الزراعية عشان احنا زي ما قلنا لحضراتك في الاول ان الدورة الزراعية بتؤدي الى زيادة الانتاجية وتحسين التربة زيادة الانتاجية لا تأتي تزيادة الانتاجية الا بالتقاو المنطقة عالية الجودة وعالية الانتاجية وبالاصناف وبالهجن وبالتالي احنا وصلنا لمرحلة الحمد لله وممكن حضراتكم جميعا والاخر المشاهدين ملاحظين او مشاهدي او عارفين ان فيه قفزات حصلت في ملف التقاوي عاماتك احنا تسمحوا لي ادي فكرة مبسطة احنا من 5 سنوات في 2018 كان عندنا تقاوي التغطي حوالي 30% مع حس فخامة الرئيس على استنباط الأصناف الجديدة وافتتاح المشاريع سواء كان في التوسع الأفق افتتاح المشاريع والتوسع الرئيسي استنباط أصناف وهجن وكلام ده احنا وصلنا السنة دي نسبة التغطية بتاعتنا 100% يعني الدول الأوروبية نسبة التغطية بالتقاوي المعتمد بتتعداش 70% مصر وقدرنا يعني بفضل دعم وتوجيف فخامة الرئيس وتكلفات معا الوزير لنا والمتابعة المستمرة على المدارة 24 ساعة ادرنا احنا فعلا نوصل لنسبة التغطية 100% ودي ما حصلتش اعتقد دكتور مش قائمة فقط على الكمية مش على الشكل اللي بيتم التغطية به احنا بنتكلم كمان على الجودة وعلى النوع بتاع التقاوي يعني احنا دلوقتي عندنا بنزرع الأمح في أماكن مختلفة وكل طربة مختلفة بيتعمل لها تقاوي مختلفة وبتعمل لها فصائل مختلفة التفرق اللي حصلت والتخليق اللي حصل للتقاوي وللفصائل نفسها في المعامل سواء بقى معاهد بحوثة زراعية وغيرها ده بينعكس على شكل الأمح اللي بيخر طبعا حضرتك اكيد كنتم تابعين افتتاع فخامة الرئيس المشروع مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر التنمية الزراعية وتكلم فخامته احنا اول مرة نشوف رئيس الجمهورية بتكلم على استنباض الأصناف وأسماء الأصناف والهجن حضرتك لا يتأتى هذا الموضوع إلا من خلال قافلة التنمية الزراعية او انا بقول دايما على معهد المحصيل الحقلية وزملاء في معهد المحصيل الحقلية مركز البعض الزراعية ده قاطرة التنمية الزراعية هذه زي ما تذكرت حضرتك وقلت ان لا يتأتى هذا إلا في وجود أصناف مقاومة لها القدرة على مقاومة التغيرات المناخية واحنا محصول الأمح خاصة بيتم توزيع وزراعته على مستوى الجمهورية طبقا للخريط الصنفية او السياسة الصنفية لمحصول الأمح تربة صمرة و تربة صفرة بزرعة لكل بيئة و لكل منطقة له أصناف معينة لها خصائص معينة لها تركيب راسية معينة وبالتالي احنا قدر معهد المحصيل الحقلية يستنبض لا يقل عن 15 صنف او 20 صنف من الأمح لها القدرة على التكيف لها القدرة على الأداء و بالتالي لها القدرة على زيادة الإنتاجية و مع ارتفاع زيادة الإنتاجية بنحسن دخل المزارع و بنحسن المعيشة بتاعته مستوى المعيشة بتاعته بزيادة إنتاجية المحصيلة حضرتكم تقدرون تعملوا ده في المشاريع الخاصة بالدولة زي شرق العوينات زي مستقبل مصر زي كل المشاريع الخاصة بجهاز الخدمة الوطنية او الدولة المصرية ولكن مكاتب الإرشاد الزراعي بتعمل إيه مع المزارعين اللي بيمتلكوا أراضيهم يعني هل حضراتكم بتقول لهم اعملوا كده سووا كده عشان الدور الزراعية تطلع كده حطوا الأمح وسط يعني ما حصلكوا كيف يتم التوجيه أو كيف يتم الإرشاد الزراعي إحنا بداية الأسبوع أو الأسبوع هذا الأسبوع بتكلفات معا الوزير تم عقد اجتماع مع وكلاء الوزارة على المستوى الجمهورية لتوضيح أهمية الدورة الزراعية وخصوصا الدورة بتاعة الأمح السنة السنة conditioner يعني سنة استثنائية في تاريخ مصر سنة فريقة في تاريخ مصر يعني التاريخ الزراع في تاريخ مصر وقدرنا نتكلم مع الأخوة وكلاء الوزارة على أهمية الدورة الزراعية احنا ليه عايزين نزرع مساحات كبيرة من الأمح وانت حضرتك شايف تداعيات الأزمات الحالية على مستوى العالم بداية من جاءحة كورونا ثم تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وفخامة الرئيس كانت له رؤية ساقبة من أن قال لك لازم نعتمد على نفسنا لازم يبقى لنا اعتماد على النفس ولازم يبقى عندنا أصنافنا ولازم يبقى نزود إنتاجيتنا حتى نأمن الأمن الغذائي بتاع بلدنا ودور الإرشاد الزراعي دور مهم جدا دور الإرشاد الزراعي دلوقتي لا يقتصر على المرشد الزراعي دلوقتي فيه وسائل حديثة الزكاء الصناع ووزارة الزراع أطلقت العديد من البرامج الحديثة والأبليكيشن على الموبايل ليقدر يوصل للمزارع ويرشدوا بالأهم الأصناف والمراسات المقدمة للصنف والتعليمات الزملاء المرشد الزراعي للأخوة المزارعين وبالتالي بنسلك العديد من الطرق للوصول إلى المزارع يهمنا في الآخر المزارع يهمنا المزارع بياخد صنف بياخد مثلا ساحة 95 مصر واحد مصر ثلاثة طب ايه التعليمات للزراع بيزرعوا ازاي؟ توصيات الفنية بتاعته ازاي؟ طورتوا الحقول الاسترشادية تاني دكتور بحيث انها تبقى داعم أكتر للزراع وشغال الحقول الاسترشادية في السنوات السابقة يا فندم كانت لا تتعدى عن 2000-3000 حقل ارشادي العام الماضي كان يوصل لنا 7000 حقل ارشادي وبالتالي دي الحقول الاسترشادية العملية الزراعية هي عبارة عن الفلاح والمرشد الزراعي والباحث المطلع الصنف دا وبالتالي يا فندم المرشد الزراعي دا عصب الزراعة المرشد الزراعي واخد حاليا دعم من الدولة واحنا نتمنى ان شاء الله انه مزيد من العطاء للقطاع الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة حتى نصل الى مكان المزارع وفي الوقت المناسب وتوصل للمعلومة في الوقت المناسب طب نقدر نقول ان عملية تعميم الدورة الزراعية على كل المحاصيل مش بس الامح يعني عندنا فول الصوية عباد الشمس الدورة الشامية البيضة او الصفرة محاصيل كتير تعميم هذا الامر في الدورة الزراعية فدي تقيل الارض ما انا قلت لحدك الدورة الزراعية من اهم الفواد بتاعتها بتعمل بتحافظ على خصوبة التربة بتحافظ على المادة العضوية بتحافظ على خصوبة التربة والمادة العضوية كله يؤدي لزيادة الانتاجية احنا حضرتك في ملف المحاصيل الزيتية او المحاصيل الاستراتيجية وهمها دور الشمس وفول الصوية حضرتك يعني لك ان تعرف ان في 2018 وزارة الزراعة او الادارة المركزية انتاج التقاوي كان لدينا 50 كيلو جرام من دور الشمس تقاوي دول ما يزرعوا 10 فدن او 15 فدان احنا السنة دي وصلنا 200 طن تقاوي من دور الشمس وديه انجاز كبير هذا انجاز ويحسب مع الوزير انه هو عطانا تعليمات وتكلفات طبعا ان احنا لازم يبقى ان وضع احسن من الاول بكتير طبعا في المحاصيل الزيتية سؤال اخير هل الدورة الزراعية لها علاقة بان في محاصيل بعينها بتطلع في سنة كويسة وسنة اقل في الجودة سألتني السؤال ده في بداية الحلقة قلتلك لا المنجا فيها ظاهرة تبادل الحمل ما لهاش علاقة بموضوع الدورة الزراعية لا هي ظاهرة ورسية موجودة او فسولوجيا موجودة في المنجا مرة سنة في حمل وسنة ما فيش حمل طيب دكتور يعني احنا خلص وقتنا خلص لكن خلينا نقول ان حصل نوع من انواع التضافر كده للجهود اللي حصلت في الفترة اللي فاتت عندنا صوامع غلال محترمة احنا مش بنتكلم بس ان احنا بنزرع وبعد كده الحاجة بتبوز لا احنا بنزرع وبعدين بنعرف ننقل ونخزن فان شاء الله يبقى دا ينعكس علينا محيلة حضرتك يعني اوضح بس نقطة وسيطة للاخوة المشاهدين الزراعة التعاخدية الدورة الزراعية مبادرة الكريمة بتاع فخامة الرئيس مبادرة الصوامع كلها دي تندرج تحت انا من وجهة نظري حياة كريمة الحياة الكريمة فخامة الرئيس نادى بيها ده هو عايز يوفر مسكن كويس للمواطن يأمن الغذاء بتاعه يبقى آمن في بلده كلها تندرج يعني انطلاق الحياة كريمة في 2019-2 وعد 2019 كان فعلا دي انطلاقة قوية جدا وانبسق من خلالها يعني كثير من المبادرات وكثير من الاليات طبعا اكيد كل شكرا لك الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي بوزارة الزراعة شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا